كصتنا بتبدأ معسومان طفل صغير دايما عايش مع جده وجدته بسبب ان بابا ومامته دايما مشغولين في شغلهم لانهم زباط شرطة ففي مرة كبرت في دماغه بقى انه يقابلهم وقعد يزن يعبده عليه يروح معاهم فساعدها فعلا صعب عليهم وكان وحشهم برضو فرحوا واخدينه ومشيه في طريقهم ولوه يعيد يرسم نفسه مع جده وجدته وكاتب على رسمه انهم عيلته فمامته قالت له انت لسه ماموس ولا ايه وقعدت تحاول تصالحه فساعدها ابننا الكاتكوت ردي عنهم وراح رسمهم هما كمان ففرحوا قوي وقعدوا يغنوا كلهم سوا احتفالا بقى بان البي صالحهم وقاتب بابا جات له مكالمة من زبط زميله قال له اهرب بسرعة واخد بلك من نفسك بعدين الخط قطع وزميله دا شفناه ووقع من على سطح مبنى فساعدها لسه بيقول امراته على المكالمة لأ عربية كبيرة جات تغبطهم وماتوا بقى هما الاتنين واللي عاش بس ابنهم الصغير اتصف رجله بقى بيعرق كمان قعد فترة بعد الحدثة مصدوم حتى ما بيتكلمش ولكن جده جدته وكمان صحابه قدروا يخرجوا من اكتئابه بس فضل برضو شخصية غلبانة كده في نفسها ومكسورة الجناح في يوم اجسوا من المدرسة لقى صحابهم عدين عليه علشان يخرجوا سوا يروحوا ياكلوا في مطعم نودلز مشهور جدا وخدوا وقفوا طابور قد كده علشان يدخلوا وفي الاخر لما وصلوا لدورهم لقوا صحاب المطعم تقريبا بيهزروا بيفلوا وقالوا لهم تعالوا بكرة فبقوا صحابه مدقيين قوي اما هو ففد المتال نحف البنت اللي من صحاب المطعم وقال لصحابه انها حلوة جدا فقعدوا يضربوا فيه علشان مش وقت ويعني هم مدقيين بسبب دورهم دلوقتي ما يعرفوش ان صحاب المطعم دول عندهم حاجة اهم بكتير من المطعم وهي الابض على الارواح الشريرة لانهم مش ناس عادية لا دول عددين خارقين وشايفكم ياللي مش فاهمين حاجة فتعالوا نحاول نفهم سوا دول اشخاص كانوا في حالات غيبوبة ويعتبر ميتين اتعرض عليهم من السماء انهم يرجعوا للحياة من تاني ولكن هيدخل جواهم روح تسكن جسمهم الروح دي نقية جدا وهاتساعدهم يكون عندهم قوة خارقة تساعدهم يدوروا على الارواح الشريرة ويخلصوا العالم منها فساعدها وفوا ابطالنا دول وبقى كل واحد لي قوة معينة هنا مثلا الموزة الحلوة دي اللي عجبت بطالنا قوتها هي انها بتحس وبتسمع الارواح الشريرة وبتشوف جرائمهم كمان والمراضي عرفت مكان الروح فكلموا زملهم الرابع اللي ملحيش يعيني يكمل اكله وكان عارب واحد للروح فسبقهم لهناك قعدوا قلولوا يا ابني بلاش تروح لوحدك لان الروح الشريرة دي شكلها قوية ومن الدرجة التالتة فهلهم ينهر ابيض تالتة مرة واحدة هروح برضو ولا تهز والدرجات بقى بتاعت الارواح دي بتتحدد على حسب الروح دي كانت كم روح بشرية قبل كده بمعنى ان فيه روح شريرة بتحوم حوالين البشر بتختار واحد بشري من نفس اصلا وجوه شر قد كده وتدخل جواه وتقعد بقى تقتل في باقي البشر وساعتها لما البشر دول بيموتوا بتاكل روحهم وده اللي بيخلي الروح الشريرة كل ما تاكل تعلى في المستوى وفرقنا لحد دلوقتي ما شفوش ارواح اعلى من الدرجة التانية هسباكو يا رجالة وراح فعلا يجري على الروح ولا كأنه هيضر عليها لوحده مع ان ده مستحيل اصلا لازم الباقي يبو معاه بس كانواخد حبوب شجاعة ولا ما تفهموش ماله وفضل يضرف في الروح واللي قوي على الروح وقتها ان المنطقة بتاعتهم فتحت حواليه فده بقى معناه ايه ان قوتهم بقيت مضعفة فبالتالي يقدر شوية على الروح وعادي يطمنوا منه خلاص هيفنش هنا وياكل من ايد الستة شو نودلز حلوة حبيبي ماكملش الجملة ولا منطقتهم اختفت فرجعت قوته عبيطة بالنسبة للروح فقدر عليه بسهولة وقتلوا وكمان خد روحه فبقى اقوى بكتير وعادي ما وصلوا الباقي كان مات خلاص ومعرفوش يهجموا الروح مع انهم كانوا سوا وبقى قاعدين بقى حوالي نصحبهم اللي مات زعلنين عليه وراحوا شايفين الروح النقية اللي جواه طلعت لانه مات خلاص والمفروض ان لما بيموت عدد خارج زيهم كده الروح النقية دي بتطلع السماء وساعتها بقى بيختاروا حد من اللي في غيبوبة وتدخل لجسمه ولكن الغريب المرادي ان الروح دي فضلت تحوم غصبا عنها في عالم البشر وروحة فجأة دخل جسم بطلنا مع ان هو فيقعادي مش في غيبوبة زيهم فالواد اول ما دخلت جسمه اتنطر لفوق ووي على الارض فصحابه افتقاره وقع وفضلوا يضحكوا على شعره علشان قلب فجأة كرني كده فبقى مش فيموا ايه اللي حصلوا ولوما روح بيته حلم حلم غريب وانه في مكان ابيض فابيض وستة عجوزة بتمد ايدها ليه معرفش مين دي بس صحي يروح المدرسة لا في المكتبة وقتها العيال دي بتتنمر على صاحبه فاتدخل وقال لهم يبعدوا عنه لسه يضربوه هو كمان جي المدرس فبعدوا عنهم فعلا راح صاحبه قعد يعبه بعدها علشان اتدخل وقال له انه مش هيستحمل لو ازوه وكمان فبهمت دايق منهم قوي وهو راجع لبيتهم بعد المدرسة لقاهم مستنينه علشان يضربوه بسبب انه اتدخل وعمى الراجل بقى وصاحب صاحبه فالواد برضو فدر متمسك برأيه وانهم غلطانين راحوا ضربينه موقعينه على الارض وفدلوا يضربوا فيه كان هيموت في ايدهم لولا هانا اتدخلت لانها حست بالروح النقية اللي دخلت جواه فعرفت انه بقى تابعهم فرحت بقى تجيبوا الباقي الفريق وانقذته من العيال دي فعلا وضربتهم حتة علقة فبقوا مستحلفين له وهو بقى مش فاهم هي بتساعدوا ليه بس افتكرها انها من محل النودل فاول ما جيه كلمها قالت له بقولك امشي معايا وهتفهم في الاخر واتفاجئ بيها وغدال المطعم وهناك اول ما دخل اتفاجئوا بيه الباقي بالذات مو وقعد يقول لهم يعني على اخر الزمن هنشتغل محطة عيل صغير لا وكمان مش في كامل صحته فما بقى شفاهم وما جايبينه هنا يهزقوا ولا ايه فتعطفت معتشو وقعدت تسأله لو كان شاف الروح النقية جن فقال لها الست العجوزة دي اه شفتها في الحلم وراح سئلها عن ايده اللي فيها علامات كده ونقاط سودة فقالت له دي العلامات اللي بتربط بينا وبين العالم الاخر وراحت مخليها يتنقل لهناك علشان يقابل جن الروح النقية بتاعته وساعتها بقى قعدت تشرح له العالم الاخر وان فيه ارواح طيبة وارواح نقية زيها كده وارواح شريرة ودول اللي بيهربوا لعالم البشر وبيدخلوا جوه شخصيات اصلا عارة وبيخلهم بقى يعملوا جرائم وياكلوا ارواح ناس وكل ما ياكلوا اكتر كل ما تزيد قوتهم اكتر وتبقى درجتهم اكبر زي اللي قتلت شول وراحت بقى شرحت له ان الابضع للارواح دي وترجعها للعالم الاخر مهمة العددين الخارقين واللي هو هيبقى واحد منهم لان روحها النقية دخلت جواه ودت له الاختيار بين انه يوافق او يرفض فساعتها لما رجع من تاني لعالم البشر وشافوا الفريق سألوا بحماس ها قررت ايه رح مفاجئهم انه رفض بس ادت له جن مهلة اسبوع يفكر فيها فمو قاعد يقول له ولا بلا اسبوع بلا بتنجان انت معك يوم تقرر يا اه يا لأ بلاش دلع انا مش حمل الجيل الجديد فساعتها خرج من عندهم انه يرفض برضو ولسه بيتحرك لقى صاحبه بيكلمه المتنمرين مسكينه وضربينه وقالوله انه هما مش هيسبوه الا لما ييجي هو والبيت اللي ضربتهم الصبح فجري متعصب على المدرسة يقابلهم وقاتها هنا سمعت المكالمة وحكت للباقي انه رايح يتضرب فقرروا يروحوا يساعدوه وقاتها كان هو وصل والودة ضربه ولما جيه يضربه تاني صد حركته بسهولة فالكل استغرب حتى هو نفسه واستغربه اكتر لما مسكوه عجنه من الضرب ولو الفريق ده داخل عليهم وحرفيا نفخوهم هما كمان من الضرب بالذات مو افتر عليهم جامد وكسر كمان عضمهم فقعدت تشوت هزقه علشان كده ده شغل كبير عليها لانها المسؤولة عن الشفاء فقعدت بقى تشفيهم كلهم من اللي حصل ده ورحوا بعدها مسحوا ذكرياتهم كلهم عن اللي حصل وقاتها لما فاء لقى نفسه في المطعم فلسه بيقوم رح واقع فقالوله ايه ان تنسيت بتمشي عادي ازاي ولا ايه فتفاجئ ان تشو علجته مع العيال وعالجت رجليه كمان وطبعا الموضوع كان اسرع لانه مش شخص طبيعي هو عدد خارق فساعتها فرح بصراحة لدرجة انه شكرهم وقعد يعيط على الاكل فتعطفوا معه قوي وعادوا يتسأله هو فيه ايه مميز في الودة خلى جين تدخله مع انه ما كانش في غيبوبة فاستغرب وسألهم لو كلهم كانوا في غيبوبة فقالوله اه ومو كمان مش فكر ذكرياته فقاللهم بتفضحوني ليه مش هو قلمش هيشتغل معنا ما تعرفوش حاجة عني ورح بعد الاكل سأله ليه سايب الناس تضربه مع انه عنده قوة خارقة دلوقتي فقال له خاركة ايه انا عايير صغير رح قيل له طب جرب تضربني كده بوكس وخليه يضرب كرسي فاتقصر فالواد ما بقاش مصدق قوته دي ورح سأله بعدها لو عايز يقابل بقى روح شريرة لان كانت هانا اكتشفت وحدة ولكن بسيطة يعني دركته اولة فقال له طبعا اشوف للا ورح معاهم فعلا زي ما توقعوا اتحمس لما شافهم كده وشبت وساعدها كانوا بيدوروا على الروح ومش لقيينه بس هو لقى عايير صغير زي اللي ظهر مع الروح الشريرة في رؤية هانا فعلى طول قال لهم مكانه وحاول يكسر الشباك بنفسه ويدخل للطفل بسرعة ينكزه وفعلا قدر يعمل كده وبكده الروح الشريرة ما قدرتش تقتل للطفل الصغير فلسه ضعيفة زي ما هي فاعدوا بقى يشكروا فيه وقالوا له انت اللي قبطت عليها فوصلها للعالم الآخر ففعلا سمع كلامهم ونقل الروح الشريرة للعالم الآخر وفتحت له جن بوابة الجحيم ومن اول يوم اثبت نفسه وهم كمان فرحوا ورحوا مضيينه بدلته الحمرة فقال لهم ممكن تسيبوني افكر فقدروا برضو انه لسه صغير ومتوتر وسبو يفكر فعلا بس سألوله لو موافقت على بكرة تدريب ولما روح بيته ونام قابل جن من تاني وبقى ناوي ينضم للفريق فساعتها قالت له القوانين التلاتة اللي هتحرمه منه يكون عدد خارج لو اخترقها وكانت انه ما يستخدمش قوته للانتقام وما ينفعش يقول لحد انه بائع وتالت حاجة ما يدخلش في اي حاجة تخص البشر هو ليه بس انه يبض على الارواح الشريرة فوافق انه يكون بائع وبائع يا جماعة هي نفس العدد عادي نفس المعنى ورح لهم ففرحوا جدا واعدوا يورولوا الحيطة اللي عليها بصمة ايديهم وفضل مو يتفشخر ان بصمة ايده اعلى حاجة في الحيطة فتفجأوا بابننا ان بصمة ايده اعدت الحيطة كلها اصلا فتأكدوا ساعتها ان الودة فعلا مميز وبعدها بقى لما رجع المدرسة لقى المتنمرين بيقولوله هو ايه اللي حصل مبارح علشان الفريق نسهم ذكرياتهم فقعد يستفزهم وقال لهم صح ايه اللي حصل يعني فجايين يضربوه رح بهدلهم حرفيا وهددهم ان لو حد فيهم مد ايده على صحابه او حتى صحاب صحابه او اي حد من المدرسة من تاني حسابه هيكون معاه فحرفيا ترعبه ورح بعدها بقى يتمرن مع فريقه واللي لقاهم رسمين الروح الشريرة اللي كانت روح صحابهم وقتلته بشكل العبيد ده فهو اصلا بيرسم كويس لدرجة انه بيعمل مع صحابه ويبتون على النت وحاجات كده كتير فقال لهم وصفولي وانا هرسمه وفعلا رسمته كانت اوضح طبعا فانبهروا بيه طلع كله مواهب حرفيا ورحوا بقى متصورين صورة للذكرى فعادي الواد بيحط ايده على الجنب ويعني مش بيخد باله فكان من سوق حظه هي هانا راح اتضربارة من النحية التانية على طول فساعتها استغرب هو عمل ايه يعني لكل ده فقالوله ان هي ما بتحبش حد يلمسها بسبب ان العداد الخارج من كدراته برضو انه بيشوف ذكريات الناس لو لمسهم لفترة وهي مش عايزة حد يعرف ماضيها فساعتها تفهم ده ووقف بقى ايده في جنبه بعدين نزلوه يتمرن مع هانا او يعني تتمرن عليه هي نفخته بجد بعدين بقى مو جي كمل عليه فالواد اتغاز انه هفق كده وقعد يتمرر للنهار علشان يعود كل الدرب اللي اتضربه ده وبعدها في فترة وهو في المدرسة كلمه يجي بسرعة علشان في روح اكتشفوها فبسرعة ركب معاهم وشرحت لهم هانا انه راجل ماشي ورا بنت في سنوي وواضح من اللي شفيته يعني ان البنت بتكلمه عادي وعرفاه فخافوا على البنت قوي وقعدوا يتمنوا يوصلوا بسرعة وينقذوها وعشان السرعة مطلوبة طبعا اتحركوا الصبح ووصلوا على بالليل للبنت وكان المكان كده قديم وكله مخازن فاتفرقوا كل واحد يدور في حتة وبطلنا وهو بيدور لها المنطقة بتاعتهم فتحت ولكن حتة صغيرة فلما قرب منها لقاها بتتحرك مع حركة ايده فبقاعد يلعب ونسيج مهمة اصلا لحد ما هانا فضلت تقولهم اللي شايفة المجرم بيعمله فلانه كده في المخزن اللي جنبه على طول فدخل وهجم عليه يضربه ورح اقيل لهم يقولوا وفد المكتف الروح وساعتها شاف زكرياتها وان الراجل ده اللي قتل الست وجوزها اللي بنتهم بتدور عليهم لحد دلوقتي ومفقودين فساعتها تأثر واستغل ده الروح وضربوا يزوقوا بعيد عنه ورح هاطف البنت وهربان بيها بعد ما ضرب ابوها وجري بقايد في ناحية فساعتها بسرعة جريوا كلهم وعرفوا يتحدوا وينكزوها وكمان بطلنا قدر لتاني مرة يقبض على الروح ورح موصلوا للعالم الآخر واتنقل للجحيم اما بقى الارواح اللي كان اكلها بتاعت الضحايا البريئة فشافهم برضو بطلنا وساعتها طلبوا منه يوصل رسالة لبنتهم ففدل يزن على هانا تساعدوا علشان هي اللي هتعرف تعمل ده في الاول رفضت وقالت ان ممنوع ننفذ اوامر البشر بعدين وفقت وراحت تعمل ده وخلت البنت تتكلم اهلها عن طريقها وتعرف انهم ميتوا خلاص وتودعهم بعدها بقى رح مدرسته فرحان بنجاح المهمة ورح مفرح صحابه انه بقى قادر يمشي كويس فاتبسطوا منه قوي وعدوا يعلموه سواقية العجل وكانوا فرحانين لحد ما المتنمرين دول حاولوا برضو يهجموه فساعتها ضرب رئيسهم وهزقوا فاستحلف له بقى هو وبقي صحابه اما هانا فكانت مع باقي الفريق وقالت لهم ان هي شايفت ذكريات البطل بالصدفة وشايفت وقت حدثة عيلته وهم بيموتوا وسمعت صوت حد بيتطمن انهم ماتوا فمعنى كده انهم اتقتلوا مش مجرد حدثة عادية فرحمه وهو كمان قيل لهم حاجة اغرب وانه هو الحدثة بتاعته اللي سببت الغيبوبة دي كانت من سبع سنين في نفس الوقت بتاع الحدثة بتاعت البطل ومش بس كده ده كمان افتكر انه لما فاء من الغيبوبة شف الجاكت بتاعه وكرت بتاع المحاقق جون ابو البطل فساعتها تأكدوا ان في رابط بينهم ولكن كتموا على الموضوع بسرعة علشان البطل كان جالهم ومحبوش يزدموه ورحوا بقى معرفينه على البائع الخامس بتاعهم وهو الراجل ده يعتبر من اغنى رجال الاعمال في كوريا وهو اللي بيوفر لهم كل اللي بيحتاجوه فاستلطفوا البطل قوي بعدين روح بيته مبسوط فاتفاجئ في الطريق المتنمرين بيكلموه فيديو كول ووروهم بيدربوه في صحابه اللي اتنين فساعتها ترعب عليهم وجري بسرعة ينقذهم وقتا لما شافهم بييزوا صحابه كده وصاده بقى متعصب جدا ورح نفخهم كلهم واللي اقوى عليهم اكتر ان المنطقة بتاعتهم اتفتحت وكبرت بسببه حتى بقي الفريق استغربوا اللي بيحصل بعدين فهموا انه اكيد واقع في مشكلة واتحركوا علشانه لقوم دمر كل المتنمرين واعد مع صحابه هيعيط عليهم لانهم اتضربوا جامد فتشوب سرعة عالتلو ويقوموا هي اتعالج العيال دي ويتنسيهم اللي حصل بس ما لحقتش والبوليس سمعوا صوته فراح عيلهم البطل انه غيرت لما ضربهم كده ولازم يتعاقب وفعلا خلاهم يمشوا وروح مع البوليس هو وباقي الطلبة اللي جي المدرس الهافق بتاعهم كلهم علشان يحل الموضوع بس لما شاف ان بين ضحايا البطل الودة وهو ابن عمدة المدينة قرر يكبر الموضوع مع انه هو المتنمر اصلا مش البطل بس كل اهالي العيال التانية جم يدلعوا في عيالهم ويشتموا ويدربوا في البطل اكملني يعني ملوش حد فساعتها بقى دخل الغني بتاعنا المكان فترعبوا من هبته وقال لهم مين دل ملوش حد ده زي ابني فراح المدرس الواطي قال لهم خلاص يا جماعة نحل الموضوع فظهروا بقى وقتها صحاب البطل اللي اتضربوا جامد وقال لهم نحل ايه احنا اتضربنا من العيال دي جامد قوي ودي مش اول مرة وانت كل مرة بتسكت ليهم مع انك عارف هم ما بيعملوا ايه فينا فبقى في نص هدومه حرفيا بالذات لما الغني ده رح ايلهم حالا تفتحوا تحيف اللي بيحصل في المدرسة دي من عنف ولو لبستوا ابني حبيبي هبهدلكوا ففعلا اتفتحوا التحقيق والمتنمرين اختفوا شوية من على الساحة وبقت الشرطة محوط المدرسة وعلشان كده كل زميله حبوه لانه السبب في كل التغير ده وبقوا فاكرين وغني قوي بسبب الراجل اللي ساعده واللي كمان طلعوا من الاسم ووصلوا لعيلته اللي قرر يوريهم انه بقى يمشي عادي فجده وجدته بقى يعياته من الفرحة ان اصابته خفت فهنا تأثرت قوي لما شفتهم كده وراحت ماشية بقى مروحة ولما رجعت لبقى الفريق لقيتهم زعلانين جدا لان الارواح النقية بتاعتهم شايفين البطل مايستحقش يكون باقع ولازم يحرموه من حقوقه حالا وكل ده ليه لانه استخدم قوته ضد البشر للانتقام فساعتها موت جنن وقال لهم يعني هو المفروض كان يعمل ايه وهم بيدربوه هو وصحابه وكان ضد الفكرة هو والباقي وطنشوا فعلا كلامهم وراح بعدها اقيل لهم انه بيدور في الحدثة بتاعته هو وابو البطل وقال لهم انه هو كمان كان زابط ولما رح يدور في اللي حصل له لها المحققة المسؤولة عن قضيته اتفاجئت النفاء وراحت مدياله موبايله القديم وحكته وعرفته انهم كانوا مرتبطين فاتفاجئ لانها هي اللي كانت مسؤولة عن قضيت حدثته وقفلت الموضوع بسرعة على انه هو اللي نطب نفسه ما يعرفش انه هي كانت مجبورة تعمل كده بسبب رأيسها المهم يعني انه قال لهم على رقم ابو البطل واتصل بيه فاتفاجئ بالبطل بيرد فعلى طول فهمه انه بيستخدم لسه رقم بابا ورحوا مغيرين الموضوع لحسن يعرف حاجة وبسرعة رحوا يطردوا روح شريرة موجودة في مول وكانت قوية جدا لدرجة انها قدرت عليه هو وهنا مع بعض ورحت مسكت هانا وشافت ذكرياتها فاتفاجئ بيها بتعيرها وبتقول لها ما متيش ليه حبيبتي مع بقي عيلتك فساعتها لما سمعها بتضيئها كده قام بسرعة يضربها ورح بعدها مومي اديها بونية حرفيا ضيعتها خالص وتقبض عليها بقى فاستغرب وقتها ليه ما خدوش روحها للعالم الاخر فقالوا له ان ساعات بيتحكموا هنا وخلاص والستة دي طلعت قوية ومفترية بتتجوز رجالة اغنية وتقتلهم بعدين تورسهم او تاخد فلوس التأمين على حياتهم وهكذا بقى ولما حققوا معايا قالت لهم انها بريئة وحد اللي قالها تقتلوا اصدع على الروح الشريرة اللي دخلت جواها ولكن محدش صدقها وطلبوا لها دكتور يشخص حالتها اما هم بقى فرجعوا للمطعم ونزل لهانا ياكلوا سوا فوقتها لقى بتقوله لو قلت الحد على اللي سمعته عن الماضي بتاعي هقتلك فقال له يا ستي طنشي انا ما سمعتش حاجة وقعد يكل معايا ويهون عليها لانها صعبت عليه وبعدها خرج برا ينظف وساعتها لها المنطقة بتاعتهم اتفتحت برضو حاجة صغيرة فقعد كعدته يلعب فاتفجأوا بيه انه قادر يتحكم بيها وبيحركها ورحوا اقيلله ان دي كده قوته ويلا بقى اعملها تاني فقال لهم بس كده عنايا يا رجالة وقعد يصوت ويزعق وانها تظهر ابدا مفيش فقحبطه وسابول وحده يحاول مع نفسه بعدها موسى قال المحققة الاكس بتاعته ايه كانت اخر قضية بيحقق فيها فجابت له الملف وكان متأكد ان القضية دي كانت السبب في موته فساعتها بيفتح الملف ممكن يلاقي دليل وانك لان هم حطين ورق حائط جديد فشك ان هم بيخبوا بي حاجة وفعلا كان شكوا صح ولو عينات دم فخدتها منه تحللها بعدين جت لها مكالمة بالنجريمة جديدة حصلت فرحت لموقع الحادثة لقيت الضحية واحد من اغنى رجال الاعمال ومقتول بطريقة وحشية فبهم استغربين ازاي بشري ممكن يعمل كده اما بقى هانا فرحت تزور بتعيلتها القديم واللي دلوقتي في المنطقة اللي هتتهد وهيتعمل فيها اعادة اعمار طبع شركة وعمدة المدينة المهم انها دخلت البيت اتفاجئت بان البطل وراها افتكرها تعمل حاجة في نفسها فلسه بتكلموا صنعت صوت ولايت بنته واختها عايشين هنا وفجأة لقيتهم بيستخبوا علشان رجالة الشركة جات وهيتردوا الناس من بيوتهم فساعتها بقوا محبوسين جوه مش عارفين يخرجوا فاتصلوا بموه يجي بالعربية ياخدهم فرح لهم فعلا وهناك شاف رجالة الشركة دي واللي هم عصابة يعتبر وساعتها اتفاجئ انه فاكر وش رئيسهم كان اخر حد يشوف وشه قبل ما يموت على طول والراجل برضو نفسه اتفاجئ لما شافه لانه افتكر ومت اصلا وطلع يجري منه فساعتها متأكد انه كان السبب في موته وطلع يجري وراه ونطع العربيته ويقفها اما الباقي فضربوا باقي الرجالة وحموا البنتين منهم فساعتها جريوا الباقي يهربوا وسبوا رئيسهم اصلا اللي خدوا مو يحاول يرى ذكرياته هو او هانا علشان يعرف اكتر عن موته فهانا رحت شافت وقالت له انه مجرد مساعد لكن اللي امر بقت له فعلا حد تاني تقريبا كده يبقى اخوه فساعتها دوروا علشان يعرفوا مين اخو ده وعرفوا انه رجل اعمال غني اوي كان مجرم زمان بس يعني خب الحوارات دي وبقى رجل اعمال مشهور فعلشان يتأكدوا كتفوا الواد وحطوه في شوال وسبوه قصاد الشركة بتاعت اخوه اللي اول ما شافه اهتم بيه فساعتها تأكدوا انهم اخوات وتاني يوم لما البلطاجي فاء سألوا اخوه اللي حصل له فقال له مش فاكر اي حاجة لانهم كانوا نسوه اللي حصل فالمساعد بتاعه رح ايله انه مبارح شافوا واحد شبه المحاقق هو اللي هما كانوا قتلينه فساعتها الكلاون رح ايله لا 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 انا كنت متأكد انه مات بنفسي فساعتها اخوه بدأ يشك ورح ايله المساعد ده يتأكد من اللي شايفه هو المحاقق ولا لا فراح ساعتها لنفس البيت مع البلطاجي ودوروا على البنات وسألوهم عن الناس اللي ساعدوه من بارح فقال لهم انهم ما يعرفوش الا البطل لانه معاه في المدرسة فقعدوا بقير ابوه وقتا كان مشغول في التحقيق مع موه في القضية بتاعته كل ده ولسه ما يعرفش انه كان عارف ابوه اصلا ورح ساعتها معاه للمعمل وعرف ان البنت اللي اختفت وكان بيدور عليها زمان كان يتحامل اصلا فبقوا شاكين ان اخوه البلطاجي رجل الاعمال ده يكون هو ابو الطفل وعلشان كده لما حملت منه قتلها وخفاها بعدين شف موه على موبايله القديم فيديو كان مبعوت له متصور في مكان غريب كده وشوية عربيات بتعدي منه فهو هو بيتفرج البطل اتفرج معاه وساعتها لاحظ ان ده نفس الفيديو اللي لقاه في حاجة اهله فمعنى كده ان ابو البطل هو اللي باعت لمو الفيديو وعلى طول كده فهم انهم ما كانوا يعرفوا بعض وفهم كمان ان اهله اتقتلوا زي ما العصابة دي حاول التاتل مو زمان برضو فالغبي رح محمل نفسه الزم وانه هو السبب علشان خلاهم يعدوا عليهم ميها ورح مكلم صحابه وقال لهم انا كنت السبب في موتهم فرحوا له هم مش فاهمين ماله ولقوا وقتها بيعاية تواف قصاد عربية علشان تغبط ويموت فبسرعة شدوه قاعدوا يحاولوا يهدوه ولما فعلا هدي شوية كلم هانا وقال لها توريه له الذكريات اللي شافتها منه فقالت له انها ما شافتش حاجات كتير ولازم علشان تشوف اكتر يوريها اي حاجة كانت معاه يوم الحدثة فافتكر وقتها رسمته وقال لها تيجي معاه البيت يمكن تساعدها في حاجة فساعدها اهله سألوه هي مين دي رحت قالت له بص قلهم اي حاجة مع دني حبيبتك فقال لها بس كده بسيطة اقدم لكم يا جماعة حبيبتي فضغزت منه قوي بس بعدين دخلت معاه القطو واخدت الرسمة ومسكت ايده علشان تعرف تنقله للماضي وقات الحدثة بتاعت اهله وساعتها فعلا تنقل ومشاف الحدثة من بدايتها لنهايتها وازاي في واحد جيه تأكد ان اهله ماته ورح قيل زميله ويقتلهه وكمان ولا لأ فالله يكرمه وقال له لأ مش لازم ورح جيه وواكل روح مامته وبابا فاتصدمه هو وهنا ان كده اللي قتل اهله روح شريرة اصلا ولما جريت هانا تبص عليه لقيته هو نفسه برضو اللي قتل زميله متشول في الاول فاتصدمت وعرفته الموضوع ده وتفاجئت ساعتها ان الروح سمعيها وتنقلت كمان معهم للماضي فبسرعة قالت للبطل لازم يرجعوا للعالم بتاعهم راحت الروح ضرباها فجري بقى البطل يضرب فيه هو كمان وفجأة وهم بيدربوا في بعض كده لقيتهم هانا اختفوا طلعوا تنقلوا لمكان تاني ورجعوا تاني يكملوا ضرب قصادها فساعدة هانا ساعدته وضربت الروح وبسرعة رجعته للوقت الحالي وفادلت تقوله هي مش عارفة الروح ازاي اصلا رجعت معهم للماضي وانها كده تبقى الروح قوية جدا بس ايا كان يعني اتفقوا يقضوا عليها ورحوا بعدها رايحين للباقي وقالوا لهم الخبر اللي كانوا عرفوه بطريقتهم وبقى قاعدين متضايقين عليه قوي ان روح كده اهله كل السنين دي محبوسة جوه الروح الشريرة وعلشان ينقذوهم لازم يقبضوا عليه فرح ساعتها سألوا مو لو فاكر اي حاجة سمعها مثلا من اهله لانه مش فاكر طبعا فقالوا انه هما في العربية زمان كان فيه خبر بيتزيع ان نتشوي رجل الاعمال الكبير هيترشح لعمدة المدينة وبابا تضايق اول ما سمع الخبر وقفى للراديو كمان ففاهم وقتها ان نتشوي ده متورد في حاجة وتأكد لما لقى ان الراجل الغني اللي مات مؤخرا والمحققة كانت مسؤولة عن قضيته كان من القريبين جدا لتشوي وتحدى في الفترة الاخيرة فشك انه يكون ورا موته وراح مع البطل لبيت الضحية علشان يعرفوا مين المتهم وساعتها اكتشفوا ان اللي عمل كده روح شريرة مش بشري عادي وراحوا مرقبين خطواته وعرفوا مش يومنين وخلوا المحققة تفرغي الكاميرات في المنطقة دي فوش المجرم بن فعلا وتعرف وطلع هو نفسه اللي قتل اهله فقالوا لا بقى هو مفيش غيرك هنا وراح تفتكرت هانا حوار انه اختفى فجأة معاه وسألته وقتها اتنقلوا الفين فافتكر وطلع مكان للخور ده وراحوا هناك يدوروا عليه ولكن كان هارب بس لقوا جثة صاحب المكان طلع الراجل ده كان شغال مع تشوي وامروا ان حد من رجالته يروح يهدد الراجل الغاني فامر الروح الشريرة اللي كان من ربيه كأنه ابنه وقتها فالواد راح وقتل الراجل فتشوي لما عرف قال لابوي قتله اللي هو صاحب الخور ده يعني فجاي قتله راحوا ولا قتله فساعتها لما لقوا الجثة خلتهم المحققة يمشوا علشان ده كده بقى موقع جريمة خلاص فرجعوا بقى للمطعم وساعتها شافوا في التلفزيون خبر عن مدير شركة متهم بقتل موظف عنده بتبص هنا لقيت المدير ده هو نفسه عمها اللي نصب على ابوها زمان في شركته واستحوز عليها وساعتها ابوها للأسف وكل عالتها ماتوا من القهر فتأثرت لما افتكرت بس بعدين طنشت وكملت مع البي تحقيق ورا العصابة الكبيرة دي والغني بتاعهم جاب لهم معلومات ان تشويب رجالته بيعملوا غسيل اموال عن طريق الشركات الصغيرة اللي رجالتهم بيستحوزوا عليها فساعتها لقيت صورة عمها من ضمنهم فقالت لهم على اللي عملوا زمان في ابوها فتعطفوا معها قوي ولسه بيكملوا كلام لقوا رجالة العصابة جاية تضربهم علشان كل ده كانوا بيرقبوا البطل وعرفوا مكانهم فساعتها تشوي نفسها اللي دايما بتهديهم كانت متغزة منهم وراحت هي اللي ضرباهم فجريوا بسرعة يهربوا خايفين وبما انهم اكتشفوا انهم بسبعة رواح ومش هيقدروا عليهم بالضرب راحوا مركبين في الخباسة كده على عربيتهم جاهز تتبع جوه عمها فلسه بيغيروا الاتجاه بتاعهم علشان الروح اهم يبضوا عليها لو عربية كبيرة جاية تغبطهم طلعت رجالة العصابة وبيصوروا فيديو كمان يتأكدوا انهم ماتوا ما يعرفوش انهم مش بشر عاديين وبسرعة قدروا يطلعوا من العربية بسلام وراحوا يجروا على الروح اهم وسابوا هانا بقى تنفخوا براحتها فبقى يقول لها وانتي بتنتيمي مني ولا ايه فيها ايه لمنصوب على بوكي يعني فراحت ضربة اكتر وطلعت الروح اللي جواه وراحت الجحيم اما بقى روح الموظف الغلبان اللي قتلوا فعلا بس طلع براءة طبعا سألوا البطل لما شافوا هو تقتل ازاي فقالوا انه قتلوا بخيط الايدي بتاعه فاتصدموا واعدوا يدوروا على الدليل ولقوا مع واحدة من اللي بيصهر معاهم عم هانا وساعتها قدموا الدليل للبوليس وتقابض علي من تاني وتزاعت قصة الموظف الغلبان في كل القنوات وقالوا انه كان الطفل الوحيد لأهله وقدم على 27 وظيفة ولما اخيرا اتقابل وشاف في حاجات في الشغل ماشي غلط غفله مديره في الحمام وراح قتله بالايدي بتاعه اللي كان بيعافر عشان يلبسه ويسرب بمرتبه على اهله فالكل تعاطف معاه وتحبس المجرم اخيرا وبعدها بقى لما الموضوع يتحل مفق للعصابة وراح لاخه البلطاجي مكتبه بنفسه وقال له عرفت انك بعدت اخوك يقتلني لم نفسك بقى يا حبيبي فقال له انا عملت كده مش ممكن هقتلك ليه فراح مو معبرهوش وماشي بعد ما بين له انه مش خايف منه اما بقاش زي زماني قدر يقتله بسهولة وبعدين رجع للبطل اللي قال له انه لقى رقم خزان في حاجة ابوه ففضلوا يدوروا فين الخزان ده ملاقوش حاجة فبالصدفة البطل وهو ماشي في الطريق لاحظ ان عواميد النور بنفس التسلسل الارقام اللي مكتوبة من ابوه ففكر انه ما يكونش خزان حقيقي ومجرد عمود نور في منطقة معينة فخدموا ورحوا سوا وساعته وهم لسه هيدخلوا الطريق بتاع العمود لقوا الراجل ده بيوقفهم وعايز يضربهم فما فيه مش في ايه رح اعيلهم هو مشنته من شركة التطوير فقال له لأ وعرفوا بنفسهم فاتفاجئ من اسم البطل وقال له انه كان يعرف بابا وكان بيساعده جامد هو واهالي المنطقة دي لانه كان بيحقق في التلوث اللي فيها فساعتها فهموا ان المنطقة دي تبع تشوي رجلته ونويين يعملوا على القرف ده مدينة جديدة قال يعني زكية فقال له لما سمع عن الموضوع وحقق كويس عرف انه هم تسببوا في التلوث ده اصلا وكمان مع واضوش الاهالي عن الضرر الا اطفالهم كلهم جالهم سرطان ده حتى بنت الراجل ده جالها سرطان برضو فساعتها نوي يفضحه تشوي بدل ما هو بيصيع على الناس انه البريء الكيود وهينقزهم وبعدها بقى لقى تشوي بتديله اكل علشان ذكرى موت اهله النهاردة فرجع البيت فرحان وكان مع اهله وصحابه بعدين هو بيمشي صحابه ورجع للبيت حسب الروح الشريرة بترقبه ولقى فعلا ظهر فساعتها ابننا المتهور هل يستنى باقي الفريق ولا يقول لهم حتى لا جري عليه يضرف فيه خلاص ما هو قتله اهله بقى وساعتها فتحت منطقتهم فلاحظوا ان في حاجة وجريوا على هناك وقتها لاحظوا الروح ان البطل فجأة بقى اقوى بكتير وشافوا هو بيحرك المنطقة ففهموا بعده عنها وكمل ضرب فيه لحدا ما نفخوا بجد ولما كان خلاص هياخد روحه ويقتله جات المحققة وضربت علي نار كانت في المنطقة بالصدفة وساعتها بسرعة وصل مو وضرب الروح علشان ما ايزهاش وجم الباقي بقى يهتموا بالبطل بالذاتة شو اللي قعدت تشفيه لدرجة الناية عملت مجهود كبير جدا وشعرها بيض اما الروح بقى فهربت طبعا كل دا كانت شافته المحققة ومش فهماه فقال لها مو على حقيقتهم وعرفها ان المفروض يمسح ذكرياتها بس هو مش هيعمل كده بعدين رحت هانا طمن اهل البطل عليه انه كويس اما هو بقى لما فق اخيرا لها جسمه لسه بيوجعه شوية بس عارف ان تشو انقذته كالعادة ولما شاف شعرها بيض كده زعل عليها قوي فقعدت تقوله فدكي حبيبي وكانت طيبة معاه وقرره من بعدها يتحركوا ضدت شوي ولما عرفه انه عامل مؤتمر علشان يعلن عن المدينة الزكية وكمان ترشحه للرئاسة قرره يروحه يبوزه العرض وفعلا عرضه الفيديو بتاع المكان وازاي متلوس وهو عايز يغطي على الارف ده بتاع شركاته بالمدينة الزكية وبوزه العرض فعلا وبهدلوه ووش له صحابه كلهم فرجع فرحانين جدا المطعم لدرجة انهم مخلوا الحساب كله عليهم النهارده ولكن ده ما استمرش كتير علشان الارواح النقية طلبت تقابلهم راحوا لقوا في محاكمة شغلة ليهم والمسؤولة كبيرة قالت لهم انهم كلهم خلفوا القوانين وقعدت بقى تدي انذارات لكل واحد منهم وقالت لهم ان الخمس انذارات بعدها يتفصلوا من شغلهم فساعتها اخدوا كلهم تلاتة معادة هنا اربعة وكان الموضوع يعدي عادي لولاجون لأهل بطل بتطلب منهم يفصلوه هو بالذات والباقي كلهم موافقينها وقالوا انه بيسبب خطر على باقي فريقه بتهوره ده غير انتأمته الشخصية الكتير وتدخله في عالم البشر فساعتها لقاهم موافقين على القرار فاتصدم هو وصحابه لان كده شغله راح حضر والدحك عليه من جون ليه بقى لان المفروض من الاول خالص لما عرضوا عليه يشتغل باقي وافق مقابل انه يشوف ممتو بابا من تاني لان كل باقي منهم اشتغل مقابل انهم يفوقوه من الغيبوبة فهو مكنش في غيبوبة فطلب الطلب ده والمفروض جون وفقت مع انها عارف ان اهله كانوا لسه محبوسين في الروح اصلا فكده هي يعتبر نصبت عليه فبقى يعد يعيطه بيترجوهم يسيبوه لحد بس ما يبض على الروح ويشوف اهله ولكن ما وفقوش ورجعوهم بقى للعالم بتاعهم فلقى نفسه وقتها رجع زي زمان شعره حتى رجله وكمان امرهم ينسوا ذكرياته فالغني ده قال لهم هعمل انا كده ورح برضو منسي اهله الذكريات وهم بيشوفوه بيمشي عادي اما بقى تشوي وشلته بقى قاعدين يكلموا نفسهم لانهم اتفضحوا وفجأة لقوا الروح الشريرة دخلت عليهم وعرفوا انه مش شخص طبيعي ولكن تشوي ماهتمش واسمع له فلقى بيقوله ان البطل واللي معاه ناس مش عادية هو الوحيد اللي هيقدر عليهم فيخلي بقى الاعلام يبطل نشر صوره انه المجرم وهيدمرهم عشانه فساعتها قاله وليه محنا ممكن نعمل حركة اسيع ونقبض عليك ورحوا فعلا جابوا جثة محروقة حطوها في عربية وقالوا انه تشوي بسبب مساعدته العظيمة للشرطة قدروا سوا يقبضوا على المجرم فبقت كل الناس تماجد فيه ونسي حوار التلوص اصلا اما ابطلنا فكانوا متأكدين ان ده حوار وان دي مش جثة الروح الشريرة طبعا ولما البطل شاف الخبر جري على مكان التحيات علشان يتأكد بنفسه لو روح اهله اتحرقت هي كمان فساعتها شافه مو اللي روح هناك برضو واتفاجي بيه لسه فاكر وعرف ساعتها انه زميلهم مخلوش ينسى اصلا وتأكد من تصرفات الشرطة ودعمها بعد الحوار ده لتشوي وانه رشح نفسه كمان للرئاسة ان الحوار ده فيك ودي مش الجثة الحقيقية ولا حاجة وعلشان كده كرر يغتت عليهم وقدم عليهم بلاغ انه هم حاولوا ايتلوه قبل كده فاتقبض على البلطجي ورجل الاعمال اخوه بس ده ما اصرش في تشوي وكان عايش اجمل ايام حياته بسبب ترشحه للرئاسة ودعم النسليه وابنه كمان كان فرحان جدا وبيتباه انه هيبقى ابن الريس واول حاجة عملها بعد الخبر ده فدل يتنمر على البطل ولما شافه ماشي بعصاية بعد المدرسة وكرر يضربه فساعتها اتضرب منهم البطل فعلا بس بعدها دفع عن نفسه والفكرة ان دي كانت قوته الطبيعية لانه خلاص ما بقاش بائع وساعتها قال له هيوك ده يراجع نفسه لانه لسه صغير ويقدر يبقى بني قادم محترم فبقى كره اكتر علشان نصحه كده وساعتها بقى سايبه وجاي يروح بيته لقى نفسه اتخطف وفي نفس اللحظة هانا حست بروح شريرة قوية وما كانتش واحدة لا دول كانوا كتيروا متجمعين وكلهم ظهروا حوالين البطل وكان في اللي شافته كمان الروح عارفة كويس قوته فلسه هيتحركوا لقوا مكالمة من البطل الارواح كلهم حواليه وقالوا لهم يجولوا فساعتها جريوا بسرعة علشان ينقزوا وساعتها اول ما وصلوا كل واحد تسلالوا على روح شريرة ولكن كانوا اقوى منهم بكتير وبعدين كانوا خمسة عليهم مرة واحدة فقدروا يكسحوهم حرفيا وفدلي ترججون تدخل جوا بس المرة دي فغصب عنها دخلت ورجعت قوته من تاني وقدر يخلي منطقتهم تفتح وحمهم كلهم فبقوا فخورين به اما تشوية العبيد برا كان مصدق انهم ماتوا وخلص منهم فعلا وكلهم كانوا كويسين بس للأسف تشو تعبت جامد ونوعا ما دخلت غيبوبة من تاني وبايت قاعدة تفتكر ذكرياتها زمان لما عملت حادثة هي وابنها سوه اللي كان لسه متجوز وللأسف غير اهم اللي اتنين حاولت تنقزه ولكنه فلت من ايدها وطلع للسمى بقى وكان روح نقية وهي عاشت ولكن في غيبوبة فوقتها راحوا عرضوا عليها الشغل ده ولقاها مش مهتمة لحد ما شافت سوه ابنها فقررت توافق على الشغل وروح ابنها النقية دخلت جواها وبمراضها دلوقتي تعبت روحوا بردو معاها وكان بيوضح حرفيا بس بعدين عاشت وكمان رجعوا البطل لشغله بعد ما اثبت قوته وابهرهم لما انقص فريه واخر مرة ورجعوا بقى كلهم مع تشو بعد ما خرجت من المستشفى للمطعم ووقتها افتكر مو شوية من ذكرياته ولقاها انه كان بيحب المحققة جدا فكلمها وقال لها انه افتكر اخيرا انهم فعلا كانوا سوا واتفقوا يتقابلوا ففرحة اوهية كمان وقالت له بعد الشغل على طول هنتقابل وساعتها لقيت المساعد بتاعها في الشغل بيقول لها انه دور ورا البلطجي واخوه رجل الاعمال وشاف انه كان بيزورهم تشوي ورجالته فساعتها لما سمعت اسم تشوي خافت على الودة وقالت له متقولش انك عارف حاجة طيب عن الحوار ده وخدت الصور وعملت نفسها ان هي بس اللي شافتها وصد رجل الاعمال فساعتها لما تشوي عرف انها قدرت توصل لحتة انه على العلاقة بالبلطجي واخوه ومتورت كمان في جرايمهم رح امر بقت لها على طول فيعيني وهي في كمة انبساطها علشان مستني حبيبها مو لقيت حد جه وقتلها غدر فساعتها لما وصل لها انهار لما شافها كده ولكن شاف جزء من ذكرياتها وانها تقتلت على ايد واحد لا بالساعة بتتوزع بس على الزباط فعرف ان القاتل حد من اسم الشرطة وعلشان كده كلم المساعد بتاعها وسألوا ايه اخر حاجة كانت في القضية فقالوا ان اخر حاجة وصلوا ليها الصور دي فعرف ان اكتشافها الصور بتاعت تشوي هو اللي قتلها وان تشوي كده وعصبته اللي امروا حد من الشرطة يقتلها وكرر ينتقم منهم فساعتها ندهول ارواح النقية وقالولوا ان هما مش هيقفوا في طريقه وهو وفريقه من تاني طالما مش بيدوروا على الروح لمجرد الانتقام لأهم ما عايزين يخلصوا الناس من شرها ففرحوا كلهم وبدوا بقى خطتهم واول حاجة عملوها خلوا الغنيز ميلهم ده يروح يغري تشوي انه هيدعمه في حملته الانتخابية للرئاسة بخمسة مليون دولار او مليار مش فاكرة لو هو معاه المبلغ ده نفسه فتشوي شحات مش معاه حاجة بس الراجل ده بيساعده وطلب منه الفلوس وقال له هوريهاله بس بعدين اخد فلوسه على اساس يعني هيدحك على الغني بتاعنا فرحوا سعيتها ابطالنا استنوا رجالته يطلعوا الفلوس من البنوك ورحوا سرقينها وحطين شونة تانية بدلها فالراجل لما فتحها قصاد الغني بقى هيجراله حاجة بجد وقعد يهزق في رجالته اللي بقى هيتجننه اتسرقه ازاي ومش بس كده بعدين لو رجالته برضو رحوا لمكان التلوز ده وطلعوا شنطة كده فرحوا وراهم وخدوها منهم ونسوهم اللي حصل فبقى هيتجنن لان الشنطة دي فيها جثة البنت اللي موه كان وهو ظبط بيدور عليها طلع ايه بقى زمان البنت دي كانت في حملته الانتخابية وقت ما ترشح علشان يكون العمدة بتاعت المدينة وكانت حمل منه فاول معرف قرر يقتلها واللي در عليه وخب جثتها هو اخو البلطاجي وظهروا بصمتهم هم اللي اتنين على الجثة وعلشان كده اتقبض عليهم وساعتها الدنيا تقلبت والكل قلب علت شوي اللي بقى مش مصدق انه تدمر في لحظة كده واتفاجئ بهم وقفين بره بيتفرجوا عليه وهو بيتقبض عليه فبقى خايف عشان لقاهم عايشين ده حتى ابنه بقوا العيال تتنمر عليه وقالوله عدت تقول لنا ابن الريس ابن الريس وتلعت ابن قتل في الآخر فساعتها اللحماء هو البطل وقال له ينضف بقى ويبطل قرف ورجع بقى للمطعم ولقى ساعتها من الروح الشريرة واللي اتنين اللي معاه ظهروا في مكان قريب واتصوروا كمان فساعتها الناس عرفت ان تشوي زور حوار ان المجرم اتقبض عليه فرح وقتها الوات ده معل معاه يستخبه في الملجأ اللي تربى فيه وهو صغير ورح وايك الروح صحب المكان كله فساعتها بقى اقوى بكتير وظهر ده عند الارواح النقية اللي طلبوهم بسرعة وعرفوهم انه بقى قوي جدا وكده قدامهم شهر بس ويبقى هو والبني ادم اللي دخل جسمه شخص واحد وكده مش هيقدروا يطردوا الروح الشريرة من جواه ولا ينكزوا ارواح الضحايا اللي منهم اهل البطل اللي نهار انه كده مش هيشوف اهله من تاني بس بعدين ما فقدش الامل والباية يشجعون انهم سوا هيقدروا على الروح وكمان الارواح النقية قالوا هيساعدوه وروا له كده العصايا دي وقالوا له انهم هيساعدوه يعملوا منطقة تضعف من قوة الارواح الشريرة وفعلا عارف مكان الروح ورح لهناك عند الملجأ ولسه هيطلع منه الروح الشريرة الوادي الصغير ده انقزوا منه ومسك فيه لان الروح الشريرة كانت طيبة معاه وفي الاخر حاب يغيز البطل ورح قاتل نفسه فاتصدم علشان كده فرصته راحت انه يقابل اهله بس بعدين تمنوه انه اكيد الروح دي اتنقلت لحد تاني فمعنى كده ان فيه امل لسه وكانت الروح اتنقلت فعلا والمين بقى طبعا تشوي اللي راح له زميله ده وقاله يخلص على نفسه لانه هيبطل ادعمه ففعلا فقد الامل وعمل كده فنقلوا المستشفى راحت الروح دخلت جواه وقتها ففاق زي الارد وبقى فرحان جدا انه بقى قوي كده وبقى اممشي كل اللي حاوليه على عاجين مايلغبطهوش اما موه فكان في الفترة دي قدر يكتشف ان اللي قتل حبيبته هو رئيسها واللي كان صاحبه زمان وبيحترمه جدا فاتصدم فيه بس خليهم يقبضوا عليه بمساعدة الودة واللي حبيبي كنت شك فيه انه لقيت الاصلا بس اطلعت ظلمه اما بقى عند باقي الفريق فجت مرات ابن تشو ليها وقالت لها ان هي تتجوز تاني راحت ايلالها انها فرحانة ليها وان زقها اكيد حلو وطالما اخترت ابنها قبل كده هتختار واحد كويس زيه دلوقتي فالبت بقى اتعيط وتشو اتعيط معاها وكمان ابنها بيعيط برضو ولكن كان فرحان ان هي تتخطا وقرر يتخطاها هو كمان ورحم تخلص من صورتهم سوا بعدها بقى رجعت تشو المطعم وكانت تعبنة جدا فلما لقوها كده كلموا بقع يعرفوه بس مسافر كلموا يجي يعالجها لانه بيشفي برضو فجيوا قال لها ان حالتها خطيرة ويعتبر بتودع فرح يتقيلاله يخبي عنهم فقال لهم ان صحتها بومب فاتطمنوا وجي البطل يروح لقى هيوك بيتنمروا عليه برضو فرح يساعدوا وساعتها لما لمسوا شاف زكرياته وانه روح الشريرة دخلت في جسم ابوه فرح يقول لهم الخبر وساعتها نو يروحوا يهجموه بس لقوا البت دي انضمت لي فقرروا يستنوا لحدا ما تمشي وساعتها يهجموا عليه وفعلا عملوا كده وحاولوا يعملوا المنطقة اللي تضعفوا دي بس فجأة هانا لقيت الروح الشريرة وراها وكسرت لهم العصايا وبكده الموضوع بس خالص طلعت كانت عارفة القردة ان هما بيرقبوها ومستنينها تمشي علشان يستفردوا بي ففضلت هانا بقى تضرب فيها بكل قوتها واتخلصت من الروح الشريرة اللي جواها والبت تتقبض عليها والباقي كلهم كانوا ضد اللي جوا ده واللي فعلا كان قوي جدا وقدر عليهم كلهم لحد ما فجأة عارف البطل يستخدم قوته ازاي وقدر يهجمه حتى هو نفسه اتفاجئ وخاف من قوته دي فهيرب بسرعة علشان خاف من البطل فعلا وبعدها بقى رح يقتل في ناس اكتر علشان يوا اكتر واكتر وابنه شافه فترعب منه ورح يستنى عند بيت البطل فصاب عليه ودخلوا بيته وحاول ينسي شوية من اللي شافه بعدين بعد ما اكلوا مع عيلته ودى المطعم وخلاه يعود مع تشو اللي منعوها من الحركة وخدوا الوادي التاني بدلها ورحوا بقى يهجموا الروح وقتها فساعتها الارد عمل حركة زكية خلى الروح تخرج من جسمه وتدخل جسم ابنه علشان تخلص على تشو الاول وساعتها الضرب تجامد يعيني بس الباقي هانا والبطل لحظوا وقدروا ينقذوها فاخر لحظة اما مو والوات بديلها ده كانوا عند تشوي لانهم عرفوا ان الروح هترجع له تاني ولما رجعت ما ادرتش عليهم بس عرفت تقتلهم الودة اللي ودعهم ورح تروحوا النقية طلعت منه والمفاجأة بقى انها دخلت جسم البطل برضو فساعتها الكل انبهر وفهمت جنواتها ان جسم البطل مميز وانه زي جسر بينهم وبين عالم البشر كده ورحوا بعدها بقى نوية هم يا الروح الشريرة وقرروا يقابلوهم الخمسة من تاني عند منطقة اعادة الاعمار وروحوا يهجموه وهو واحد تتحلوف قدر عليهم كلهم وفجأة لقى البطل انه خد جدته وجده وحطوهم في عربية وخل عربية تانية تغبطهم لولا هناجريت تحاول تمنع العربية والغني حاول يساعدها فساعتها لما لقى البطل هيقدر عليه كده قال له روح انقذ اهلك جدك وجدتك او تتخلص من روحي الشريرة وتقابل مامتك وباباك اختار من اللي اتنين رح اقيل له اختار ليه انا مش هختار انا هكسب اللي اتنين انا واثق ان فريقي هيحمي عيلتي وفعلا حموهم وقدر هو كمان يتخلص من الروحي الشريرة ووديها الجحيم اخيرا بعدها رح علشان يقابل اهله فلقاهم مش عارفينه فبقى يعيط علشان شايفهم ومش مهم بقى يعرفوه ولما كانوا خلاص هيودعهم مامت فتكرته وحست انه ابنهم وعلى طول عيطت وسألته لو ابنهم فعلا فقال لهم اه فودعوه بقى وكان مبسوط قوي انه اخيرا قابلهم وكشف الحقيقة كمان والناس كلها عرفت جرايمة شوي واهله بقى يعيطه انه امه وابوه اتقتلوا كده فخلى هانا تسعيدهم وخليتهم يتقابلوا سوا ويودعوا بعض كمان وبقت مامت فرحانة بيها وبتعاملها انها حبيبته برضو فهانا فقدت الامل في العيلة دي اما الباقي فقبلوا روح تشول صاحبهم قبل ما يودعوه وكمان وبقى فخور بيهم انهم انقذوا روحه وانت قاموا لي وتشوي يتقابد عليه واعترف بكل جرايمه وتسجن مع باقي الشلة بتاعته ففرحوا بيهم قوي الارواح النقية لدرجة طلبوا منهم يكونوا مسؤولين عن كل كوريا مش بس الارواح اللي في المدينة دي فقالولهم لا بقى ما تهزروش احنا لسه ما خفناش من اخر مرة فقالولهم يعني احنا فخورين بيكونتوا بتقولوا لا يا ولاد وكلوا بعقلهم حلاوة فقالولهم على الاقل يعني لبسونا حلو شوية بدل البدلة الحمراء دي فجالهم الغني بعربية مخصوص وناس تاخد مأساتهم وبقى مهتم بتشوه مخصوص اللي خدها لفة بعربيته على اساس ديت يعني وكده رح يتنايما يا حبيبتي من التعب وبعدها بقى رحوا يقبودوا على الاروح بشياكة ما بشوفهاش الا في الافراح المسلسل بجد لو هكلمكم عن قد ايه هو ممتع مش هقدروا في حقه يعني كفية يقولكم ان انا خلصوا في يوم اللي خلاني طبعا المسلسل دلوقتي هو ان هينزل موسم تاني منه يوم 29 سبعة وهينضم كمان باقيع جديد ليهم وهو الواد اللي كان بسبعة الواحدة في مسلسل كلامة موتة عما تال لو مش هفتوش المسلسل شوفوه علشان هو هيستفزكم هناك وهنا بقى في الجزء التاني تقريبا هتحبوه يعني يطلع طيب لحد هنا يكون الفيديو خلص ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكمان اشتركوا في قناتي التانية على النجاري اتنين ولو عندكم فيسبوك تابع صفحتي الوحيدة هناك واكيد ما تنسوش انستجرام وتيك توك كمان وباي اشوفكم في فيديو جديد